عرفنا قبل كده إن الوقود اللي بنستخدمه في حياتنا له مصدرين مصدر متجدد للطاقة ومصدر غير متجدد طب وعارف المصادر الغير متجددة للطاقة زي إيه؟ زي الفحم والكيروسين والنفط والغاز الطبيعي والبنزين طب بالنسبة للكيروسين تعال أقول لك سر بخصوصه تعرف إن الكيروسين أصلاً بيستخرج من الزيت الخام الزيت الخام اللي هو النفط يعني يعني كده الكيروسين بنستخرجه من النفط طب والمصادر المتجددة دي اللي بنستخرج منها الوقود زي إيه؟ زي الأخشاب والفحم النباتي والإيثانول والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكمان الزيت النباتي طب عارف إن الزيت النباتي ده بيستخرج من بزور النباتات وكمان الفحم النباتي بيستخرج من الأخشاب أما بقى الإيثانول فبيستخرج من نبات أصب السكر أو نبات الدرة فإذن يستخرج إيه من الزيت الخام؟ جميل الكيروسين وعرفنا كمان إننا نقدر نستخدم الوقود الحفري في توليد الكهرباء وعرفنا كمان إن الوقود الحفري ده من مصادر الطاقة غير المتجددة اللي بتخلص بمجرد استعملنا ليها طب ونقدر نعمل إيه عشان نحافظ على الوقود الحفري ده؟ نقدر نعمل حاجات كتير زي إننا نمشي لمسافات القصيرة أو نحاول نركب عجل أو نركب في وسائل النقل العام بدل ما كل واحد يكون عنده العربية بتاعته ويفضل يملاها وقود كل ما تخلص وكمان نخلي بالنا من إننا نطفي النور لما نخرج من الأوضة وكمان نقدر نحافظ على الوقود الحفري بإننا نستبدله بمصادر متجددة للطاقة زي الطاقة الشمسية أو الميا أو الرياح ولو أخدنا بالنا من عيوب استخدام الوقود الحفري أصلا يمكن نعرف نقلل منه فنحافظ عليه عارف إيه هي عيوبه؟ إننا لما نيجي نحرق الوقود الحفري فبيطلع غازات كتير تلوس الهوى والغازات اللي بتطلع دي كمان بتحبس الحرارة جوه الغلاف الجوي والاحتباس ده العلماء بيسموه الاحتباس الحراري أو التغير المناخي فعشان كده لما بنلجأ لمصادر الطاقة المتجددة بدل المصادر غير المتجددة فده بيقلل من الاحتباس الحراري ده فبتقل درجة حرارة الأرض ولكن للأسف زي ما قلنا كل حاجة لها مميزتها وعيوبها فاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مكلف جدا وبيحتاج فلوس أكتر من لو إننا استخدمنا مصادر للطاقة غير المتجددة طب كده من عيوب استخدام الوقود الحفري إنتاج غزات ملوسة للهواء ولا تسببه في ارتفاع درجة حرارة الجو ولا إنه بيدر بالجهاز التنفسي ولا كل اللي فات بالزبط كل اللي فات وللأسف من سنة 1800 ميلاديا الطلب على الطاقة زاد جدا وده بسبب كسرة المصانع والسيارات والقطارات والسفن فكل دول محتاجين طاقة علشان يشتغلوا والناس بقت محتاجة طاقة أكتر عشان تولد كهرباء تكفي بيوتها والمدارس والشركات والمصانع وكان الحل الوحيد للناس علشان تحصل على كل الطاقة دي إنها تستخدم الوقود الحفري فبقت تحرق الوقود الحفري زي الفحم والنفط والغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة فتتولى الطاقة فيستخدموا الطاقة دي إنهم يولدوا كهرباء منها ويوصلوا الكهرباء لخارج دي للبيوت والمصانع والمدارس عن طريق خطوط الكهرباء والأسلاك وقلنا من شوية إننا لما بنحرق الوقود الحفري بيطلع منه غازات بتلوس الهوى ومن أخطر الغازات دي غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز ثاني أكسيد الكربون اللي خارج ده بيسبب مشكلتين كبار وهم الأمطار الحمضية والاحتباس الحراري على الأرض وتعالوا نتكلم شوية عن كل مشكلة لوحدها أول مشكلة بيسببها غاز ثاني أكسيد الكربون اللي خارج من حرق الوقود هي الأمطار الحمضية فلما بنيجي نحرق الفحم والنفط بيطلعوا غاز ثاني أكسيد الكربون في الهوى فيرتبط غاز ثاني أكسيد الكربون اللي طالع في الهوى ده ببخار الميا الموجود في الهوى أصلاً فلما يتحدوا مع بعض بيتكون حمض الكربونيك وده الحمض اللي بيسبب الأمطار الحمضية طب والأمطار الحمضية دي بتعمل إيه؟ دي بتعمل مشكلات كتير زي بتموت الأشجار وفيه صخور كبيرة لما الأمطار دي بتنزل عليها بتتحلل وكمان التربة العادية لما الأمطار الحمضية دي بتنزل عليها طبعتها الكيميائية بتتغير ومش بس كده لا دي الطبيعة الكيميائية للبحيرات كمان لما بتنزل عليها الأمطار الحمضية دي بتتغير فالسمك يموت لأن البيئة بتاعته اتغيرت ومش قادر يتكيف فيها طب لو سألتك إيه اللي بيتكون لما غاس ثاني أكسيد الكربون بيرطبط ببخار الماء بالزبط بيتكون حمض الكربونك اللي بيسبب الأمطار الحمضية أما بقى تاني مشكلة معانا بيسببها حرق الوقود الحفري فهي الاحتباس الحراري لما بنيجي نحرق الوقود الحفري بيتجمع غاس ثاني أكسيد الكربون ويكون طبقة في الهولاف الجوي والطبقة اللي كونها غساني أكسيد الكربون ده بتتحبس في الأرض فبترتفع درجة الحرارة بتاعة الأرض شوية بشوية واللي بيحصل ده اسمه الاحتباس الحراري يبقى ايه هي الظاهرة اللي بتخلي درجة حرارة الأرض بترتفع ببطء بالضبط ظاهرة الاحتباس الحراري وبسبب خطورة المشكلتين دول دورنا على حلول توقفهم لكن ملقناش غير حل واحد وهو إننا نوفر في الطاقة اللي عندنا وما نستخدمهاش على الفاضي والمليان فبالتالي هتقل كمية الوقود الحفري اللي بنحرقه لتوليد الطاقة فهيقل غاز ثاني أكسيد الكربون اللي خارج وكل الغازات التانية اللي بتلوث الهواء ومش بس التلوث هيقل لا ده احنا هنحافظ كمان على كمية الوقود الحفري اللي عندنا ولما جينا نشوف هو التلوث بيزيد في القرى ولا في المدن الصغيرة ولا المدن الكبيرة لقينا إن التلوث بيزيد جداً في المدن الكبيرة طب ويا ترى إيه السبب؟ لقينا ثلاث أسباب زودة التلوث في المدن الكبيرة أول سبب معانا هو زيادة عدد السيارات والمصانع في المدن الكبيرة وبالتالي المدن بتحرق وقود أكتر عشان تجيب طاقة لكل ده وتاني سبب إن المصانع بتستخدم مواد كيميائية بتلوث الهوى والطربة ومصادر المية القريبة منها وتالت سبب هو استخدام مبيدات حشرية في المزارع فبتختلط المبيدات دي بمية الجداول اللي هو الأنهار الصغيرة فلما الدنيا تمطر المبيدات دي بتتخلط بمية الجداول فكل المية بتتلوث والطربة كمان بتتلوث وكمان لقينا إن المدن الكبيرة عندها نوعين من التلوث منتشرين فيها جدا وهم الجريان السطحي والضباب الدخاني والأطباء لقوا إن الضباب الدخاني اللي خارج من العربيات أو المصانع ده خطير لإنه بيكون مليان بأجسام صغيرة جدا بتتنفسها وإنت مش واخد بالك فممكن تهيج الرئتين بتوعك أو تخلي أي نسيج من أنسجة الجهاز التنفسي يفسد وممكن كمان الضباب الدخاني ده يهيج العين والرئة ويسبب ليهم أضرار خطيرة يبقى كده التلوث بيكون فأنهي مدينة أكبر القاهرة ولا مطروح ولا شرم الشيخ طبعا القاهرة لإنها أكبر مدينة فيهم وكمان أكبر مدينة مليانة مصانع وعربيات طبو الجسيمات الموجودة في الضباب الدخاني مليان جسيمات صغيرة ولا كبيرة ولا متوسطة ها بالضبط صغيرة لإننا أصلا بنتنفسها وإحنا مش حاسين وكل اللي حكناه وتكلمنا فيه ده يوضح لنا أن التلوث حوالينا بقى كتير جدا وكل يوم كمية ومصادر التلوث بتزيد أكتر وأكتر فحاول على قد ما تقدر تساعد في تقليل التلوث ده ولو ما قدرتش تساعد في تقليل التلوث ده فحاول حتى تبعد على قد ما تقدر عن الأماكن اللي فيها تلوث كتير عشان تحافظ على نفسك وصحتك بتمنى لك جسد معافة وحياة خالية من الأمراض سليم ترجمة نانسي قنقر